المناخ يتغير بنحو سريع و خطير حقيقة وقف معها العالم على ضرورة تكثيف إجراءاته للتكيف مع الواقع المناخي الجديد و اكتساب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخية تعرف اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التكيف على أنه عملية التأقلم مع المناخ الفعلي أو المتوقع و تأثيراته يهدف التكيف مع التغير المناخي إلى التخفيف من الأضرار أو تجنبها و الاستغلال الأفضل للفرص و يشمل الأمر العديد من المجالات مثل البنية التحتية الزراعة و التعليم و من أمثلة الإجراءات التي يمكن أن تنتج مجتمعا له قدرة على التكيف مع الواقع المرتبط بالمناخ نذكر كفاءة استخدام المياه و الطاقة توفير قدرة على إدارة مخاطر الفيضانات و الحرائق يكتسي التكيف مع تغير المناخ أهمية خاصة في البلدان النامية على اعتبار أنها الأكثر تضررا من عواقب الاحترار العالمي فيما لا يسعفها الفقر التكيف مع تلك العواقب و قد خلص تقرير برنامج من المتحدة البيئة لعام 2020 إلى أنه في الوقت الذي أحرزت فيه الدول تقدما بشأن التخطيط للتكيف مع تغير المناخ إلى أنه لا تزال هناك فجوات ضخمة في التمويل للبلدان النامية و تتحدى التقارير عن أن تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 في حين أن المبالغ التي تصرف حاليا في هذا الإطار تصل إلى نحو 17 مليار دولار سنويا فقط تتسارع الجهود الدولية إذن لاستدراك فجوة تمويل التكيف مع التغير المناخي و مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا في التأقلم مع تبعات تغير المناخ لكن ذلك لا يلغي ضرورة استمرار الجهود العالمية لوضع المناخ على المسار الصحيح ترجمة نانسي قنقر